العميد محمد سمير المتحدث العسكري للقوات المسلحة أن القوات بتواصل مداهمة البؤر الإرهابية في شمال سيناء لليوم الرابع على التوالي حيث قامت عناصر من الأفرع الرئيسية والتشكيلات المقاتلة بمداهمة الملاجئ والكهوف التي يختبئ بها تلك العناصر التكفيرية واستهداف الأماكن المرصودة وتدمرها أضاف المتحدث أنه استمرارة للجهود التي بدأت مع مطلع هذا الأسبوع للقضاء على البؤر الإرهابية تم استهداف سبع بؤر بتختبئ بها العناصر الإرهابية نتج عن تلك المداهمات مقتل ست أفراد من العناصر التكفيرية فضلا عن تدمير ستة عشر ملجأ ومخزن للعناصر التكفيرية وتدمير عربتين بالإضافة إلى عشر دراجات نارية اكتشفت القوات فتحة نفق وإحدى عشر عبوة ناسفة كما أصفرت أيضا أعمال القتال عن استشهاد اتنين من رجال القوات المسلحة سيادة اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والاستراتيجي وعضوة مجلس النواب ولجنة الدفاع والأمن القومي برحب بحضرتك كيف أنه؟ أهلا بيكو أستاذ شريف والسادة ومشاهد الحاجة كيف تتابع العمليات اللي بتقوم بها القوات المسلحة في سيناء الآن؟ في حالة متابعة يومية للعمليات خسائر بتاعة هذه الناصر بترتفع معدل من عشرة إلى عشرين يوميا يعني فيه أرقام سجلة تسعة عشر أرقام سجلة تلات عشر يعني خسائر كتير على مدى ثلاث أو أربع أيام اللي فاتت الحاجة الثانية أنه واضح أن طبيعة المواجهة فيها التحام مباشر لأن لا تعتمد على القوات الجوية فقط ولكنها بتعتمد على القوات البرية والقوات الخاصة في تطهير المواقع على الأرض والبؤر ودرجة الوصول إلى الأنفاق فالكلام ده بيوضح أن هذه العمليات بتجرى في إطار تمشيط دقيق وخشن جداً جداً لهذه المناطق التي اكتشف فيها وجود عناصر إرهابية أن تقود هذه العمليات إلى أنفاق إذن واضح أن فيه تصربات مازالت موجودة لدعم هذه العناصر سواء بمواد أو متفجرات أو تصرب أفراد حاجات كتير جداً فعلينا أن نكسف هذه الجهود في سبيل إغلاق أكبر عدد ممكن من هذه الأنفاق وتدميرها وتحديد أماكن البؤر الإرهابية التي تنطلق منها هذه الإغارات وهذه العمليات تمام إلى أي مدى حالتك متفائل بانتهاء الخمسة في المئة المتبقية من البؤر الإرهابية أنا متفائل جداً بدليل أننا وصلنا لهذه النسبة من لشيء أنا عايز الناس ترجع بذكرتها إلى من الأول لما كنا ما فيش اقتراب مباشر من هذه المناطق وكانت العمليات سجال يعني هما بيقوموا بالهجوم كمان صحيح النهاردة العمليات بقت أبوات وبقت مركبات مفخخة إذا كان الموقف متفائلاً جداً بالنسبة لهم مع عناصر بتهجم النهاردة الكلام ده قالت نسبة كبيرة جداً في عدة شهور عملية واحدة هي اللي تمت بعربة مفخخة تتقدم ثم ينطلق خلفها عربتان فيهم عناصر إرهابية فعايزين نقول إن في تطور نوعي في العمليات وعايزين نقول أيضاً إن في خسائر كبيرة جداً تمنى بها هذه العناصر كما أن أسلوب العمليات كمان بات أكثر قوة وأكثر قشونة وبتتعاون فيه رجعنا للنمط اللي هو تعاون فيه قوات البرية مع قوات الجوية فكل ده ميزة لطبيعة الحمليات ونتائجها وإن شاء الله الفطرة اللي جاية وأنا قلت هذا الكلام من أول يوم يعني يوم السبت اللي فات قلت إن النتائج هذه العملية سوف تصفر عن حصيلة كبيرة جداً من هؤلاء المجرمين يتم اغتيالهم والقضاء عليهم بالإضافة بقى إلى الخسائر المادية الأخرى اللي احنا عملين بنحسية زي المخازن وزي العربيات الدفع الرباعي اللي تعدت حتى الآن 15 عربية مما فيهم السبعة الثاني يوم فالموضوع ماشي بمعدل عالي جداً ولو أنت اشتباك فيه مباشر يعني وده لذلك في بعض الخسائر اللي بتحدث فيه جانب قوتنا تمام أنا عايز بس تفسير حضرتك يا فاندم لموضوع السلاح اللي بيتضبط من طرق أخرى يعني بني سويف وإسماعيلية والشرقية أشكرك على السؤال ده ده بيؤكد ده بيؤكد أن عمل العناصر الإرهابية ليس على خريطة مستطيل الطوارئ اللي في سينا فقط لكن هي ما بيحاولوا دعمها من أي اتجاهات أخرى لأن اتجاهات بتاعة الأنفاء نضبت واتجاه البحر نضب فبدأ عملية التهريب عبر خناة السويس يستغلوا نقل هذه الأسلحة من بعض المحافظات في الصعيد زي ما حصل من بني سويف إلى إسماعيلية ومنها عبر معدية سرابيوم والحيطة الدية والمعابر وعلى الكباري كل ده الناس كانت زعلانة وبعض السادة النواب في مجلس النواب قالوا احنا بنتعرض لضياء وقت كبير في التفتيش وبقاء وقت طويل والناس بتشتكي من بقاء وقت طويل على الكباري فأنا بخيرهم هو الموقف هو بعد ضبط هذا الكم من الأسلحة ويعادت تمركزه من محافظات داخلية إلى محافظات القناة ثم التمهيد لعبوره عبر قناة السويس في الأنفاء نفع أحمد حمدي أو الكباري أو المعاديات أو المعابر كل ده كل ده ما يقول لكمش إن الخطر يعني أكثر مدهمة مما إنك أنت يعني تستنى شوية زيادة على المعبر لتأمين هذه القوات ومش حايزين ننسى كمان إن حتى المواد التموينية الإرهاب بيمرر فيها أسلحة ومعدات ومتفجرات الكلام ده حتى استغلوه في سوريا يعني مصر لما تمسكت بإيصاد المساعدات عن طريق الصليب الأحمر كانت تعني هذا جيداً وتعرف مغزاه إن الناس التانية أو الدول الأخرى اللي بتحاول تصرب أو تبعت معونات خارج الصليب الأحمر هي بتحاول تصرب أسلحة ومعدات للعناصر الإرهابية المجرمة اللي على الأرض فلتأجيج الموقف إحنا بنقطع كل هذا فأنا أرجو أن المواطنين تتعاون مع الدولة خاصة أن الدولة ما زالت تراعي البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين على هذا الملف فنرجوهم التعاون زي ما الدولة بتتعاون صحيح بشكر حضرتك شكراً جزيلاً اللي هو حمدي بخيت عضو مجلس النواب والخبيل العسكري والإستراتيجي